نحن في الواقع ننتمي إلى مجموعة أعلامية صغيرة وننتمي لمجموعة صغيرة دار نشر صغير نقوم بنشر كتبنا بشكل أساسي عبر الإنترنت وعبر المعارض الصغيرة ولقد أتيت في الواقع إلى بيروت في العام 2011 وكنت تواقل العودة للمشاركة في معارض الكتاب في باكرهوت وتمكننا من خلال العمل مع جهة رسمية في الحكومة البلجيكية أن نؤمن مشاركة للكتاب في هذا المعارض قبل رحلتي بيومين في حين أن زميلتي فيدريكا قد وصلت بيروت أعلمنا بأن المشاركة قد جرى إنهاؤها وأن كتاب الذي كتبته مع جورج قرم وزير المال قد جرى كذلك توقفها وقد تعرضنا للرقابة من دون أي إنذار مسبق لقد أعترضت على ذلك لكن السبب الأساسي خلف كل ذلك هو أن اللوبي الصهيوني الدعم لإسرائيل وهو ناشط وفاعل جدا في بلجيكا وفرنسا والمتحدة الأمريكية قد وضعني في الواقع للقائمة السوداء منذ أن نشرت في العام 2010 هذا الكتاب واسمه إسرائيل فلنتحدث عنها وفي هذا الكتاب أتحدث عن كل الأساطير والأكاذيب بشأن الفصل العنصري في إسرائيل والنظام الاستعماري ولم يتقبلوا ذلك وقد شاركت في بعض الإطلالات التلفزيونية في فرنسا وبالطبع كنت حدا في كلامي وعندما تطلب مني المشاركة في أي مؤتمر أتلقت الصلاة هاتفية تهددني بعد من المشاركة والآن قاموا بالضغط على سيد دوموت وهو رئيس الجمعية الفرنسية في بلجيكا وعلى شهات رسمية ومن دون الإسخاء لما لديه لأقوله قاموا بفرض ضغوط كبرى ما أدى إلى منعي من المشاركة ولم يقدموا أي حجاج قالوا أني معادل الإسلامية لكن بالطبع كل كتبي وكل مقالاتي تبين أنني مناهض لكل أنواعي العنصرية ويطلق الأكاذيب بحقي من دون أعطي أي فرصة للدفاع عن نفسي بالتالي أعتقد أنه في الدستور البلجيكي نتمتع بحرية التعبير لكن الآن نقوم بالتضحية بها فإن كنا لا نفكر مثل الحكومة أو مثل اللوبي الدعم الإسرائيل ما عدنا نتمتع بحرية التعبير وأعتقد أن هذا اعتداء خطير طيب الكتاب الجديد أعتقد هذا الكتاب الذي كنتم تريدون توقيعه في بيروت أليس كذلك؟ هذا الكتاب عن ماذا يتحدث؟ أريد فقط أن أضعه على الكاميرا إذا سمحت هذا الكتاب اسمه دليل استراتيجي لإفريقيا من تأليف كاتب فرنسي من أصول جزائرية وهو تحليل حول المناطق الخمسة في إفريقيا الجنوب والوسط والغرب والشمال وكذلك إفريقيا العربية والقوى الاستمرية قامت بكل مفواسها للتقسيم العربي والأفارقة ولا بد من إعادة تشكيل هوية ووحدة شديدة وهذا الكتاب يبين ما فعله الاستعمار الأوروبي والاستعمار الشديد وما يفعله الآن بالحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية في إطار المساعي العاملة على أضعاف إفريقيا والحرص على أن تبقى قارة إفريقيا منقصمة لكي تبسط أمريكا سيطرتها عليها لسيا بالنسبة إلى المناطق التي لا تملك نفوذا ومواصلات سرقة المواد الأولية ونعرف أن إفريقيا في الواقع هي القارة الأكثر ثران على مستوى الموارد وسكانهم الأكثر فقرا الأموال تذهب إلى خزائن الشركات الدولية والجمعيات المختلفة هذا ما ينتبه الكاتب وهو الكتاب الذي أردنا أن نعرضه في المعرض ويبدو أنه تعرض دالت